اشتركوا في القناة رسالة خطية لسمو أمير دولة الكويت بحضور ثلاثة آلاف من قادة صناعة السياحة بالعالم الرياض تحتضن قمة عالمية للسفر والسياحة وتشاهدون في نشرة ظهيرة توقعات باستمرار هطول أمطال رعدية على معظم مناطق المملكة تفاصيل النشرة بسم الله الرحمن الرحيم رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيزة للسعود حفظه الله الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء بعد ظهر اليوم الثلاثة في قصر اليمامة بمدينة الرياض وفي بداية الجلسة أطلع خادم الحرمين الشريفين مجلس الوزراء على فحو الرسالة التي بعثها لصاحب السمو أمير دولة الكويت والرسالة التي تلقاها رعاه الله من فخامة رئيس جمهورية أذربيجان وتتصلان بالعلاقات التي تربط المملكة مع بلديهم الشقيقين وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات ثم تناول المجلس مجمل اللقاءات والمحادثات التي جرت بين مسؤولين بالمملكة ونضرائهم في عدد من الدول في الأيام الماضية بهدف الارتقاء بالعلاقات المشتركة إلى آفاق أرحب وتعزيز التعاون مع المجتمع الدولي بهيئاته ومنظماته في كل ما من شأنه الإسهام بتحقيق التنمية والازدهار والسلام في العالم أجمع وجدد مجلس الوزراء في هذا السياق ما أكدته المملكة خلال مشاركتها في المنتدى العالمي التاسع لمنظمة الأمم المتحدة لتحالف الحضارات الذي عقد في مدينة فاس المغربية من دعمها الرازخ لجهود نشر ثقافة الحوار ومد جسور التواصل بين مختلف الثقافات واهتمامها بتعزيز الوئام والتعايش بين الشعوب من أجل عالم ينعم بالأمن والاستقرار وأوضح معالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى وزير الإعلام بالنيابة دكتور عصام بن سعد بن سعيد في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة أن المجلس عد انتخاب المملكة رئيسا للمجلس التنفيذي لمنظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة ترجمة لدورها المؤثري في العمل الدولي متعدد الأطراف وما تحظى به من تقدير على المستوى العالمي في هذا المجال بإساماتها ومبادرتها الهدفة لتطوير قطاع سياحي عالمي مستدام وشامل وفي الشأن المحلي بارك مجلس الوزراء ما أعلنه صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء عن إطلاق المخطط العام لمطار الملك سلمان الدولي لتكون مدينة الرياض وجهة عالمية للنقل والتجارة والسياحة وجسرا يربط الشرق والغرب بما يرسخ مكانة المملكة مركزا لوجستيا عالميا ويسهم في دعم خططها لتصبح العاصمة ضمن أكبر عشر مدن اقتصادية في العالم وأكد المجلس ما توليه الدولة من الحرص والاهتمام بشمول التنمية مناطق ومدن المملكة كافة بما في ذلك العمل على رفع جودة الحياة والارتقاء بالخدمات الأساسية والبنى التحتية وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي من خلال تطوير الأنشطة الاقتصادية والسياحية وتوفير المزيد من الفرص الوظيفية للمواطنين والمواطنات وتعظيم الاستفادة من مميزاتها النسبية والاستثمارية وفق مستفات برامج رؤية المملكة عشرين ثلاثين وبين معاليه أن مجلس الوزراء استعرض مؤشرات أداء الاقتصاد بالمملكة خلال الربع الثالث من عام الفين واثنين وعشرين وما حققته الصادرات السلعية غير البترولية من نمو بنسبة ثلاثة عشر وعشر بالمئة بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي والجهود المبذولة والمبادرات التي من شأنها تعزيز تنافسية المنتج المحلي في الأسواق الإقليمية والدولية وطلع المجلس على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها كما اطلع على من تهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية ومجلس الشؤون السياسية والأمنية واللجنة العامة لمجلس الوزراء وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها وقد انتهى المجلس إلى ما يلي أولا التباحث مع الجانب تشيكي في شأن مشروع مذكرة تفاهم لتبادل المعلومات والتعاون التقني في مسائل الرقابة النووية ثانيا الموافقة على مشروع مذكرة تفاهم لحماية البيانات والمعلومات المتبادلة في المشاريع الأمنية المشتركة مع دولة الإمارات العربية المتحدة ثالثا التباحث مع الجانب الدومينيكاني في شأن مشروع اتفاقية عامة للتعاون رابعا الموافقة على إقامة علاقات دبلوماسية مع جمهورية ساوتومي وبريني سيبي الديمقراطية خامسا الموافقة على رفع رئاسة الجانب السعودي في اللجنة السعودية الأرجنتينية المشتركة إلى مستوى وزير برئاسة وزير البيئة والمياه والزراعة سادسا التوقيع على مشروع اتفاقية الخدمات الجوية مع حكومة جمهورية تشيلي سابعا التباحث مع الجانب الكويتي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين هيئة تقويم التعليم والتدريب والجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم في دولة الكويت ثامنا انشاء مركز باسم المركز الوطني لسلامة النقل وفقا لترتيباته التنظيمية تاسعا الموافقة على تمديد عقد التزام الشركة السعودية للنقل الجماعي من تاريخ 27443 الموافق للثالث من الشهر الثاني من عام 2022 إلى تاريخ الثامن عشر من الشهر السادس من عام 1445 للهجرة الموافق للحادي وثلاثين من الشهر الثاني عشر من عام 2023 أو إلى اكتمال بدء التشغيل في كافة المناطق وفق العقود الجديدة أيهما يسبق عاشرا تجديد عضوية الأستاذ عبد الرحمن بن محمد رمزي عداس والأستاذ منير بن فهد السهلي والدكتور محمد بن فرج الزهراني من المختصين وذوي الخبرة في مجال عمل صندوق البيئة أعضاء في مجلس إدارة الصندوق حادي عشر الموافقة على ترقيات إلى مرتبتين الخامسة عشر والرابعة عشر وذلك على النحو التالي ترقية صالح بن محمد بن صالح الراشد إلى وظيفة مستشار أول أعمال بالمرتبة الخامسة عشر بوزارة الرياضة ترقية عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد العزيز السليمان إلى وظيفة مستشار أول أعمال بالمرتبة الخامسة عشر بوزارة الرياضة ترقية محمد بن حمد بن عبد الله العثمان إلى وظيفة مستشار أول أعمال بالمرتبة الخامسة عشر بوزارة العدل ترقية ناجح بن علي بن محمد الشراري إلى وظيفة رئيس كتابة عدل بالمرتبة الرابعة عشر بوزارة العدل ترقية بندر بن محمد بن رشيد المطيري إلى وظيفة مدير عام بالمرتبة الرابعة عشر بالرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما اطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله من بينها تقارير سنوية لوزارتين الدفاع والبيئة والمياه والزراعة والمجلس الأعلى للقضاء والمؤسسة العامة للحبوب والهيئة العامة للصناعات العسكرية وصندوق التنمية العقارية وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود أمرا ملكيا بتعين 84 عضوا بمرتبة ملازم تحقيق على سلك أعضاء النيابة العامة القضائي وثمن النائب العام الشيخ سعود المعجب الأمر الملكي مشيرا إلى أنه يأتي في إطار الدعم المتواصل من خادم الحرمين الشريفين للنيابة العامة واهتمامه البالغ والمستمر بشؤونها الوظيفية وحرصه الدائم على تحقيق مزيد من التطوير والازدهار لمرفق النيابة العامة تماشيا مع رؤية 20-30 بعت خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود رسالة خطية إلى أخيه صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت تتعلق بالعلاقات الأخوية والروابط التاريخية الراسخة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين وسبل تعزيزها وتنميتها في المجالة كافة وقام بتسليم الرسالة صاحب السمو الأمير سلطان بن سعد بن خالد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الكويت خلال استقبال وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح له في قصر بيان اليوم بحث صاحب السمو الملكية الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جزان خلال جولته بمحافظة ضمد ولقائه المشايخة والأهالي بمقر المركز الحضاري بحث الموضوعات التي تهم المحافظة وتلبي الاحتياجات من المشروعات الخدمية والتنموية والسياحية بما يوفر أفضل الخدمات للمواطن والمقيم وأكد أمير جزان على أهمية تضافر جهود الجهات الحكومية لتحقيق كل ما يعود بالنفع والفائدة على الوطن والمواطن مبرزا ما تزخر به المحافظة من مقومات مادية وبشرية واستثمارية دشن صاحب السمو الملكية الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جزان مهرجان عذق الثالث للذرة الرفيعة والنباتات العطرية بمحافظة ضمد الذي يعد أحد المهرجانات السياحية والاقتصادية والزراعية بالمنطقة نتاب تزامنا مع موسم الخضير بمزارع جزان انطلق مهرجان عذق في نسخته الثالثة الذي تنظمه وزارة البيئة والمياه والزراعة وبرعاية كريمة من سمو أمير منطقة جزان حيث يعرض المزارعون في هذا المهرجان انتاجهم من الدرة الرفيعة بالإضافة إلى النباتات العطرية والخضروات والفواكه الموسمية يعرض المهرجان العديد من الزراعات ومنها الزراعات النباتات العطرية وكذلك الضر الرفيعة من الخضير اللي هو الأشهر الأكلات الشعبية الحب الأبيض الحب الأحمر الدخن السمسم كل ذلك موجود هنا في مهرجان عذق الذي سيعد دعم كبير للمزارعين في منطقة جزان يضم المهرجان أركانا وفعاليات مسرحية متنوعة وعروض لطرق الزراعة قديما وبعض الأدوات التي كان يستخدمها المزارعون في الماضي الخضير مرحلة من مراحل نمو الزرة الرفيعة هذا يحصل في بداية أسبوع الرابع عشر تتكون الحبوب تكون طرية وفيها مادة لبنية طبعا هذا الشكل الخضير بعد إخراجه من العذق يكون بهذا الشكل وبعد الطحن بهذا الشكل ونحن عملنا بتجميد عشان يكون الفترة طويلة أكثر جملة من الأهداف لمهرجان عذق أبرزها دعم المزارعين وتحفيزهم لإحياء مزارعهم وخلق فرص تسويقية أكبر لمنتجاتهم الزراعية للقناة السعودية حسن الغزواني محافظة ضمد بجازان رأى صاحب السمو الملكية الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض توقيع مذكرتي تفاهم بين مجلس الشباب المنطقة ومركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني والمركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية وتضمنت الاتفاقيات وإقامة الأنشطة والبرامج في مجالات الشباب وتعزيز التعاون في البحوث والدراسات العلمية المشتركة والتواصل الفعال في سبيل تحقيق الأهداف المنشودة للتطوير من الشباب والشابات التقى صاحب السمو الملكية الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة تبوك القنصلة العامة لجمهورية كوريا الجنوبية لدى المملكة هان بيونججين وجرى خلال لقاء تبادل الأحاديث الودية وبحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك رفع صاحب السمو الملكية الأمير سعود بن نائف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية شكر للقيادة الرشيدة بمناسبة اعتماد سمو ولي العهد التوجه التنموية لجزيرة تاروت ودارين وإنشاء مؤسسة تطوير جزيرة دارين وتاروت الوقفية جاء ذلك خلال استضافته في مجلسه الأسبوعية الاثنينية مسؤولية دوائر والجهات الحكومية من المدنيين والعسكريين وجمعا من المواطنين واشار أمير المنطقة إلى أن إنشاء المؤسسة الوقفية يهدف للحفاظ على الطابع التراثي والاهتمام بأثارها وعراقتها وعمقها الحضاري ومستقبلها والميزات البيئية وغابات المنغروف التي تزخر بها جزيرة دارين وتاروت مشيدا بمبادرة خطة تسعين يوما لمعالجة التشوه البصري شاهد صاحب السمو الملكية الأمير سعود بن نائف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية توقيع مذكرتي تفاهم بين فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ومركز دياليز الطبي لغسيل الكلاء التابع لمجموعة بل أحمر القابضة وأوضح مدير فرع الوزارة عبد الرحمن المقبل أن المبادرة تأتي لدعم وتنظيم قبول حالات الغسيل الكلوي من المواطنين والمقيمين الأشد حاجة والمسجلين في الجمعيات الأهلية والتخفيف على مراكز غسيل الكلاء تفقد صاحب السمو الأمير جلوي بن عبد العزيز بمساعد أمير منطقة نجران غرفة العمليات الرئيسة لمعالجة تشوه البصري بأمانة المنطقة مستمعا إلى شرح عما تقوم به الغرفة من إدارة وضبط جميع الأعمال المتعلقة بتشوه البصري بمتابعة مؤشرات الأداء لبلغات 940 ومؤشرات رقابة الميدانية إضافة إلى قيامها باستلام التقارير التي ترد من وزارة الداخلية لتقييم أداء الأمانة وتقوم بتحليلها وتوجيه الجهات المعنية بالأمانة لمعالجة الملاحظات وأعرب سمو أمير منطقة نجران عن شكره للقيادة الرشيدة على العناية والرعاية التي تحظى بها المنطقة وتعزيز أسباب العيش الكريم للمواطني والمقيم وشار الأمير جلوي بن عبد العزيز في مجلسه الأسبوعية الاثنينية إلى ما بحثه مع وزير الموارد البشرية والتلمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي من موضوعات تهم المنطقة في طليعتها ما يتعلق بالتوطين ودعم المشاريع وعقود العمل وحوكمة ودعم القطاع غير الربحي وقدم الشكرى لمنسوبي القوات العسكرية سائلنا الله تعالى أن يحفظهم وأن يرحم الشهداء منهم ويعجل في شباء المصابين هذا ونوه سمو أمير منطقة نجران بما تحظى به مناطق المملكة من عناية فائقة من القيادة الحكيمة لتحقيق قفزات تنموية لافتة على الأصعدة والمجالات كافة وأكد الأمير جلوي بن عبد العزيز خلال ترأسه الاجتماع الثاني للمحافظين للعام المالي الجاري الموضوعات الأمنية والتنموية والإدارية التي تم مناقشتها تأتي ضمن السعي إلى تحقيق تنمية شاملة ونوعية في المحافظات وتهدف إلى تحسين جودة الحياة وتعزيز الفرص الاستثمارية السياحية والزراعية والصناعية ودعم قطاع التعليم والتدريب أكد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز أمير منطقة القصيم أن البنية التحتية الأساسية لمهرجان واحة المانعية بمحافظة المذنب تم تجهيزها لتكون بمستوى عالمي عال وطلع أمير المنطقة على سباقات التسارع الرملية وأكد أن ما يميز الفعاليات وجود مشاركين من دول خليجية وعربية ومن أوروبا وأمريكا مؤكدا تسهيل جميع الإجراءات للراغبين بالاستثمار في المنطقة بما يحقق الأهداف المنشودة نتابع بمشاركة واسعة لمتسابقين من داخل المملكة وخارجها في واحدة من أبرز الفعاليات الرياضية والسياحية بالمنطقة أمير منطقة القصيم الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز زار مهرجان واحدة المانعية بمحافظة المذنب وشهد سمو الجولات الاستعراضية على الكثبان الرملية للمتسابقين بفئاتها المتعددة واستمع سمو لشرح مفصل عن الفعاليات المصاحبة والبطولات التنافسية التي ينظمها المهرجان ضمن فعالياته وتقدم لرواده من المتسابقين والمشاركين أمير القصيم كرم الجهات المنظمة والمشاركة في المهرجان بنسخته الحالية نحن الله الحمد فخروين بهذا المنجز الكبير والذي نرى فيه الحقيقة ليس سعوديين لوحدهم وإنما سعوديين من دول الخليجة العربية ومن أوروبا ومن أمريكا ومشاركة الحقيقة حتى كثير من الأخوات في التنزه وتواجدهم في هذا المكان متنفس رياضي متنفس للشباب متنفس للأهالي الذي ولله الحمد يعني يفتخر فيه بنية تحتية وتكامل في الجهود لجانب الفعاليات الترفيهية المتنوعة والتي جذبت الزوار من كافة شرائح المجتمع السبب الرئيسي اللي تواجدي هنا سموه الأمير هو سبب الرئيسي اللي شجعني في أني أنا أستثمر في هذا المكان والدعم اللي أنا حصلته من الجهات الحكومية كاملة تشجع كل مستثمره أني يجي في هذا المكان واختياري للمكان هذا هويتي أنا أنا من هوات التطعيس والاستعراض وكل أنواع السيارات أو السباقات الصحراوية عندنا هنا في مهرجان المنعية فعاليات للأسرة فعاليات للشباب فعاليات للأطفال مخيمات للعوائل منطقة مؤمنة كامل مجهزة تجهيز يعني أول مرة على تاريخ المنعية يجهز بالأشياء هذه ويتم مهرجان واحدة المنعية ضمن الفعاليات السياحية الشتوية بالمنطقة ويشهد تطورا في فعاليات والتي جذبت المهتمين وعشاق المنافسات الصحراوية من داخل المملكة وخارجها لأخبار السعودية علي العطينان محافظة المذنب تسلم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز أمير منطقة القصيم تقرير نصف السنوي لأعمال لجنة شباب محافظة النبهانية وذلك خلال لقائه برئيس وأعضاء اللجنة واستمع لشرح من محافظ النبهانية طارق اليحية عن أنشطة اللجنة الهادفة إلى مواكبة تطلع شباب وفتيات المحافظة في بناء المستقبل وإشراكهم في أعمال التنمية ودفع عجلة التطور مطلعا على مشاركة اللجنة في رصد الآبار الارتوازية تسلم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبد العزيز أمير منطقة الباحة من مدير التعليم بالمنطقة الدكتور عبد الخالق الزهراني تسلم تقارير زيارة فريق العمل بالإدارة لمحافظات المنطقة ومعرض إبداع 2022 واحتفاء الإدارة باليوم الوطني واحتفاء الإدارة باليوم العالمي للمعلم كذلك تفعيل برنامج التوعية بأضرار المخدرات وبرنامج تشغيل الأسر المنتجة للمقاصف المدرسية وتفعيل الإدارة لمناسبة اليوم العالمي للطفولة المبكرة أكد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة الحدود الشمالية أهمية الرقي بالخدمات البلدية والخدمية المقدمة للمواطنين وضرورة تنفيذ المشروعات التنموية بما يحقق الصالح العام في ظل الدعم الذي تلقاه المنطقة من القيادة الرشيدة ودعا خلال ترأسه اجتماع مؤشرات أداء واستثمارات الأمانة إلى تفعيل الشراكات المجتمعية والمبادرات بين القطاع البلدي والقطاعات المختلفة ومعالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري وتعزيز جودة الحياة اطلع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبد العزيز بن محمد بن عبد العزيز نائب أمير منطقة جازان خلال لقائه بالرئيس التنفيذي لمدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية الدكتور فهد القرشي اطلع على الخطط المستقبلية والمراحل المنجزة التي تحت التنفيذ وألية العمل بالمندينة والمشروعات والبنى التحتية وما تمتاز به المدينة من ميزات اقتصادية واستثمارية نسبية في عدد من المجالات وما تحت به من دعم ورعاية واهتمام من القيادة الحكيمة ومتابعة مباشرة من أمير منطقة جازان استعرض صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبد العزيز أمير منطقة الجو في جلسته الدورية الموضوعات التي تهم المنطقة في مختلف المجالات التنموية والخدمية وذلك خلال لقائه جموع المواطنين ومشايخ ومعرفي القبائل وأصحاب الفضيلة رؤساء المحاكم والقضاء ومسؤولية القطاعات الحكومية وبين أمير الجوف ما تنعم به هذه البلاد من لحمة وطنية وأمن وطمأنينة إن عكست آثارها على المواطن ورفاهيته داعيا الجميع للعمل بكل جهد لتحقيق تطلعات القيادة الحكيمة انطلقت اليوم بالعاصمة الرياض أعمال القمة العالمية الثانية والعشرين للمجلس العالمي للسفر والسياحة تحت شعار السفر من أجل مستقبل أفضل ويعد الأكبر من نوعه في تاريخ قمم المجلس التي تستمر حتى الأول من ديسمبر من عام 2022 وتعد القمة العالمية التي تتواصل أعمالها من أكثر أحداث السفر والسياحة تأثيرا ضمن رزنامة لقاءات هذا القطاع طوال العام يحضرها نحو ثلاثة آلاف شخص من بينهم قادة في صناعة السياحة العالمية أكد صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال في قمة السفر والسياحة أننا سنرى المزيد من المستويات العالمية للجودة في منطقة عسير الآن كل العروض موجودة متحد للجميع لدينا خمسمائة مطعما جديد أين أكثر من عشرة فنادق الآن ونحن نمضي قدما بوتيرة المتساعة في هذا الإطار ولو فنرى مزيدا من مستويات العالية للجودة بالإضافة للجودة على حساب الكيف على حساب الكم وقال الأمير تركي بن طلال فيما يخص نجاح المنطقة في مجال السياحة لدينا استراتيجية نعمل على تحقيقها إضافة إلى أن أهل المنطقة يساهمون بشكل كبير في تحقيق المسادفات لدينا في بداية المطاف الاستراتيجي ولدينا أيضا المسار الذي نسلكه بالضاف إلى ذلك النقدة الثانية الناس أهل عسير والسكان في عسير لديهم قدرات كبيرة جدا في تلك المنطقة ولكن فقط في تلك المنطقة ولذلك فكل جهود ومكل إمكانياتهم خارج المنطقة ويمكنك أن ترك تلك الأماكن لقد نجح الأسير في العديد من الكائنات الحكومية مثل أرامكو قامت بتحقيق نجاحات كبيرة جدا في منطقة الأسير وفي الجلوب بوجهة نظرة العام الموقف ما هو عليه الآن هو المنطقة لما فتحها والناس قد أرأوا بأن هناك اتجاه وهناك خطة لكي يصلوا إلى هذا الهدف وصلوا إلى هذا ولذلك فقد قاموا بإفساح المجال لقدراتهم الكاملة من جانبه أكد وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح أن صندوق الاستثمارات يواصل الدعم الكبير لقطاع السياحة في المملكة مشيرا إلى أن المملكة تعمل على الاستثمار في القطاع السياحي صندوق السمارة العامة التي يقوم بالدعم الكبير أعتقد بأن أي قطاع هذا هو القطاع الذي يؤثر على كافة نواح المختلفة للاقتصاد ويجب فقط أن نقوم بقياسه بالنسبة للعشر أو خمسة عشر في المائة من هذا المحل المحلي لقد رأينا ذلك إبان بأن الجائحة بأن هذا القطاع القطاع عندما تعرض لأزمات ومشاكل الجميع يخسر ولذلك الجميع ولذلك فالتأثير كبير والتأثير لا يمكن تصديقه ولا جزءا من أيضا من التنوع والتنوع المصادري ونحن نقوم بالاستثمار من أجل المصادة العامة والمصادة الأوليات ولذلك التأثير هو فهم البلد وفهم المملكة من جانبها قالت نائب وزير السياحة الأميرة هيفاء لسعود بأنه يجب أن يكون لدينا رؤية عالمية متحدة للحفاظ على قطاع السياحة رؤية واحدة ونعمل معا لكي نقوم في حقيقة الركابة هو تماما الأمر هنا في الماكب السعادية هذا هو الأمر بأننا نشهد اقتصادا متسارعا من نمو متسارعا أيضا بما أننا دولة من مجموعة العشرين ولذلك فالمملكة تشهد نمو كبيرة جدا عليك أن تكون أكثر وقائية نعم نعم لقد قمنا بتحقيق ذلك لقد أنجزنا ذلك الأمر قدمنا إنجازه نعم الأمر يعتمد على الواقعيات الكبيرة وقمنا بتحقيق هذا الأمر يمكن أن نرى ذلك الآن في القاعة هنا أمام أناظرنا الآن المشهد حي أمامنا هذا وأكدت الرئيس والمدير التنفيذي بالمجلس العالمي للسفر والسياحة جوليا سيمسون أن هناك أعضاء من منظمة السياحة يستثمرون أكثر من عشرة مليارات دولار في المملكة ليس هناك عجبا في أن أعضاء المجلس السياحة العالمية أنهم يقبسون 10.5 مليار الآن يقومون باستثمار 10.10 مليار دولار هنا وفي أسنوات الأخيرة نحن نشهد تحولا كبيرا جدا فيما يتعلق كمقصد سياحي عالمي وهنا في الماكر بس عادية هذا التحول الكبير الذي يعتبر الذي أكثر الذي يركز على استثمارات تقدر بـ 8 مليون دولار والذي يعتبر من أكبر تلك المبالغ الكبيرة والاستثمارات الكبيرة في مجال السياحة الأمر لا يتعلق فقط بالنواحي المالياتي ولكن الأمر لا يقتصر فقط على النواحي المالياتي والاستثمارات ولكن الأمر يركز على القوة الدافعة وعلى هذه قصة القيادة العالمية التي يركز عليها صاحب السماء الملكي نمير محمد بن سلمان وللحديث أكثر ينضم معنا مباشرة عبر سكايب الخبير في السياحة والسفر في جامعة الملك عبد العزيز ثامر الحربي مساء الخير سيد ثامر يعني الآن وهذا المؤتمر المنعقد يتحدث عن السياحة والسفر ما هي أبرز ما رصدتمو خلال الجلسة الافتتاح وأيضا ما هو مستقبل السفر والسياحة في المملكة وأيضا التأثير على الاقتصاد أولا أعتقد أن واستضافة القمة العالمية للسياحة في العياض تعكس دور كبير جدا لكיים المملكة العربية السعودية على المستوى العالمي في قطاع السياحة والضيافة وكذلك على المستوى الإقليمي اليوم في استضافة المجلس العالمي للسياحة بالتعاون بين المجلس ال DID وزارة السياحة يعكس أهمية هذا القطاع اقتصاديا واجتماعيا واستثماريا اليوم موجود كل القطاع الخاص أو المستثمرين الكبار في القطاع الخاص وجود أكثر من خمسين يعني وزير في هذه القمنة يعكس أهمية هذا القطاع ويعكس المستقبل الكبير جدا لقطاعات السياحة والضياف في المملكة العربية السعودية اليوم المملكة العربية السعودية تعد أكبر دولة في الكرة الأرضية تستثمر في قطاعات السياحة فبذلك اليوم حتى جذب الاستثمار صهورة الاستثمار اليوم نوجود في المملكة جذب الاستثمارات الداخلية والخارجية أن تستثمر بالقطاع السياحي مواضيع تناقش مستقبل السياحة والسفر ليس فقط لمنطقة الشرق الأوسط حتى على المستوى العالمي مع الشركاء النجاح من القطاع الخاص والمسيح الحكوميين اليوم هذا يعتبر نجاح كبير للرياض في قطاع السياحة في العالم وكذلك لجهود وزارة السياحة وبالأخير بالدعم الكبير والمحدود والدعم المباشر من سمو سيدي ولي العالم أستاذ ثامر الآن عندما نتحدث كما ذكرت أن المملكة تستثمر بقوة كبيرة جدا في مجال السياحة لو تطلعنا أكثر على أبرز المقاومات السياحية الموجودة في المملكة نتحدث عن سواحل عن أيضا صحاري عن جبال ما هي أبرز المقاومات السياحية وأيضا ما هي أبرز الميزات التي تستقطب الاستثمارات الخارجية للاستثمار في السياحة في المملكة سيد اليوم يعني جميع مقاومات نجاح قطاع السياحة علميا ويعني في عمليا كلها موجودة اليوم في المملكة العربية السعودية فلما نتحدث عن الطبيعة وعن تنوع المناطق الجغرافية اللي موجودة في المملكة حدث يعني أمثلة كثيرة جدا لما نتحدث اليوم عن البعد التاريخي البعد الثقافي البعد الحضاري للمملكة المملكة اليوم تعتبر وجود قبلتين مسلمين فيها المملكة اليوم فيها يعني دعم الأعمال ولتعتبر من أهم من الاقتصادات الموجودة في العالم من الجي تواني الاقتصادية الموجودة في العالم فبالتالي هذه كلها تزيد من نسبة نجاح المملكة في قطاع السياحة اليوم لما نتكلم كذلك عن أهمية هذا القطاع السياحي للمملكة في عملية الاستثمار توفير الفرص الوظيفية الموجودة كذلك في تنوع المناطق الموجودة داخل المملكة الجغرافية والثقافية والتاريخية والطبيعة كلها تدعم نجاح قطاع السياحة في المملكة اليوم حنا فقط في البداية وأكبر دليل أن اليوم المملكة دوليا بدايتنا في القطاع السياحي ليس مدة طويلة لكن الجهد الكبيث والمكانة العالمية لمملكة العربية السعودية أصبحت اليوم مملكة من الدول المؤثرة في عملية قطاع السياحة والضياف في العالم اليوم قبل أسبوع تم انتخاب المملكة لرئاسة المجلس التنفيذي لمنظمة السياحة العالمية لأول مرة وبالإجماع كذلك اليوم انتحدث عن استضافتها المجلس العالمي والقممة العالمية للسياحة لأول مرة فذلك يحكز نجاح ومقومات نجاح قطاع السياحة في المملكة نعم أستاذ ثامر ضمن رؤية المملكة 20-30 هناك فند خاص بموضوع السياحة والاستثمار دعنا نتحدث عن موضوع الفرص هناك خلالها في هذا القطاع الآن ومع التوجه العالمي للمملكة وانعقاد هذه القمة العالمية والتي تعتبر الأكبر في تاريخ قمم السفر والسياحة ما هي أبرز الفرص التي يمكن أن يستثمرها أبناء الوطن في هذا القطاع في ظل هذه الطفرة السياحية في المملكة اليوم سيدي بناء على تقريبا من مجموعة البنك الدول يتحدث أن يرتبط في قطاع السياحة أكثر من 32 قطاع اقتصادي فبالتالي كل القطاعات هذه سيكون لها نمو وفرصة في تقديم الخدمات والسياح والزوار الداخليين والخارجيين كذلك المملكة اليوم نتحدث بناء على تقريبا من الوطن في 2030 سيكون لدينا أكثر من 100 مليون زائر في 2030 كل هؤلاء الزوار يحتاجون المزيد من الخدمات خدمات الإقامة، خدمات الضيافة، خدمات السفر والسياحة، خدمات البنية التحتية، خدمات البرامج السياحية والتجارب السياحية الموجودة جميع الخدمات هذه وجميع القطاعات دائما حتى ننجح فيها لابد مشاركة أفراد الشعب السعودي من شباب وشبات الوطن الغالي فبالتالي وجودهم سيكون لها فرصة أكبر في النجاح وبالتالي وجودهم سيزيد حتى من عملية أصالة الخدمات التي نقدمها على تقديمها أنا أعتقد أن اليوم كل المناطق، ولما نرى الاستثمار السياحي الموجود اليوم في المملكة لو تسمح لي أخوي، اليوم المناطق الموجودة كل منطقة عندها مشروع استثماري أو تنهضة استثمارية في القطاع السياحي فلما نتحدث عن منطقة جنوبية، لما نتحدث عن منطقة الشرقية وإعلان سمو سيدي تطوير جزيرة تارت ودارين لما نتحدث عن العلا، عن نيوم، عن أمالة، عن البحر الأحمر، عن الرياض، عن جدة ومشاريع جداً اللي موجود فيها كلها فرص حتى نشارك فيها كمجتمعات محلية من خلال الاستثمار، من خلال العمل على القطاعات واليوم حتى بناء على الأرقام الموجودة 80% من المنشآت العاملة في قطاعات السياحة والسفر عالمياً هي من القطاعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر فبالتالي هذه فرصة أن حتى رواد الأعمال، يعني أنهم يبدون أعمالهم حتى لو كانت تجارية على مستوى محدود رح يكون لها مستقبل أكبر إن شاء الله ومع نمو ووضوح الرؤية، فعلاً اليوم حين عندنا الرؤية واضحة جداً بناء الاستراتيجية الوطنية للسياحة المبثقة مرة أمريكا 2030 في عملية النهضة والتطوير والنمو للقطاع السياحي في كافة مناطق وطننا الغالي نعم، إذن الخبير في السياحة والسفرة الأستاذ ثامر الحربي، شكراً جزيلاً لك وأيضاً وللحديث أكثر حول هذا الموضوع ينضم إلينا من هناك مراسل أخبار السعودية من مقر إنعقاد هذه القمة مراسل أخبار السعودية الزميل حمد بن حسين مساء الخير حمد، يعني انطلقت اليوم أعمال هذه القمة لو تطلعنا أكثر على أبرز ما دار في جلسة الافتتاح وأيضاً أبرز المواضيع التي تم نقاشها نعم، أحييكم من مقر إنعقاد القمة العالمية الثانية والعشرين للمجلس العالمي للسفر والسياحة الذي هو تحت شعار السفر من أجل مستقبل مستدام إذن هذه القمة تعدى الأكبر في تاريخ المجلس حيث تشارك في أيضاً عدة جهات وعدة شخصيات هامة في مجال السياحة إذن أكثر من ثلاث بشارك في هذه القمة من قادة السياحة ومن مختلف المختصين في مجال السياحة إذن أيضاً هذا المعرض يضم عدة جهات مختلفة ومشاريع خاصة بالسياحة يشارك في المعرض أيضاً مشروع وسط جدة بالإضافة إلى مشروع البحر الأحمر الدولية وعدة مشاريع في السياحة طبعاً هذه القمة ترسم خارطة لطريق مستقبل مستدام ومبتكر يتشارك في القطاعان العام والخاص أيضاً هناك عدد من المشاركين المهتمين في مجال السياحة والمؤثرين في مجال السياسة والاقتصاد أيضاً تشارك رئيسة الوزراء البريطانية السابقة تيريزا ماي في هذه القمة أيضاً هناك أعمال القمة تركز على فعاليات مختلفة تحت هذا الشعار الذي هو السفر من أجل مستقبل مستدام وذلك على القيمة الكبرى للقطاع السياحة وأيضاً الاقتصاد العالمي وأيضاً يركز على عدة مواضيع مختلفة وجهات تهتم في مجال السياحة والاقتصاد إذن هذه القمة تستمر أعمالها حتى الواحد من ديسمبر بمشاركة واسعة أيضاً صندوق التنمية السياحية سيعلن الآن خلال هذه القمة وفي هذه الدقائق دعم أكثر من عشرة آلاف مشروع سقير ومتوسط في مجال السياحة هذا ما لديه باختصار عن ما يدور في هذه القمة إذن مراسل أخبار السعودية الزميلة حمد بن حسين من مقر انعقاد القمة العالمية للسفر والسياحة شكراً جزيلاً لك حمد إذن مشاهدين الكرام نشرة أخبار ظهيرة مستمرة وفيها بعد الفاصل بهدف تحسين قدرتهم على الوصول إلى الأسواق وإدارة المشاريع حيئة منشآت تعمل على تطوير رواد الأعمال في القطاعات المختلفة أهلاً بكم مشاهدين الكرام مرة أخرى في نشرة أخبار الظهيرة من قناة السعودية أعلنت المملكة عن تمديد أجل وديعة بقيمة خمسة مليارات دولار لصالح البنك المركزي بجمهورية مصر العربية وذلك امتداداً للروابط التاريخية الراسخة وأواصل التعاون الوثيقة التي تجمع المملكة بمصر ووفقاً للتوجيهات الكريمة من خادم الحرمين الشريفين وسمولي عهده الأمنين باستمرار المملكة في تقديم الدعم السخي لتعزيز الاستقرار الاقتصادي لمصر يأتي ذلك في وقت يستمر التواصل بين الجهات المعنية في البلدين الشقيقين من أجل تعزيز التنسيق وفق آليات متنوعة خاصة فيما يتعلق بضخص اثمارات عديدة في السوق المصرية بالعملات الأجنبية إضافة إلى الودائع السعودية والتي من المأمول أن تسهم في فتح قنوات تمويلية جديدة مع المنظمات الإقليمية والدولية تشهد مناطق المملكة تقلبات جوية هطل على إثرها أمطار غزيرة ومتوسطة على عدد من المناطق والمحافظات وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة التقصي لهذا اليوم هطول أمطار رعادية من المتوسطة إلى غزيرة على عدد من مناطق المملكة وللحديث عن تقرير المركز الوطني للأرصاد لحالة التقصي لهذا اليوم بمشيئة الله تعالى ينضم معنا الزميل عقيل العقيل ليطلعنا على المزيد مساء الخير السيد عقيل يعني الآن المملكة أو بعض مناطق المملكة تمر بحالة مطارية تعتبر ثانية في هذا الموسم لو تطلعنا على تفاصيل هذه الحالة وأيضا عن أبرز التوقعات للأيام القادمة أهلا وسهلا مساء الخير أحمد بالفعل الأمطار يوم أمس كانت متوسطة إلى غزيرة جرت على أثرها كثير من الأودية والشعاب على منطقة تابوك وصاحبها حبات البرد في شرمة وعلى سواحل منطقة تابوك ومع ساعة الصباح لهذا اليوم تأثرت منطقة المدينة منورة وسواحلها بهطول متوسط إلى غزيرة الأمطار سالت على أثرها كثير من الأودية والشعاب وصاحبها حبات البرد بالإضافة إلى الرياح الهابطة من السحب الركامية الرعدية الممترة لو نبدأ نشر الجوية بصور الأقمار الصناعية التي توضح لحضراتكم ما تزال السحب الركامية الرعدية متواجدة على منطقة المدينة المنورة وكل ما تجهناها شرقا الآن الأرصاد الجوية في ينبع وفي المدينة المنورة كمدينة تسجل سحب ركامية رعدية ممطرة وهطول الأمطار كذلك الحال على منطقة حائل بعض التشكيلات من السحب الخلالة الركامي الرعدية والرياح الهابطة منها أو منطقة الجوف ومنطقة الحدود الشمالية كل هذه المناطق متوقع عليها استمرار هطول الأمطار متوسطة إلى غزيرة ونرجو الانتباه وأخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول النموذج العددي السعودي لتوقعات الجوية ما زال يتنبأ بهطول الأمطار متوسطة إلى غزيرة مع جراين السيول على منطقة المدينة منورة خاصة محافظة ينبع وكل متجهن شرقا ومع تقدم ساعات هذا اليوم وساعات المساء تتأثر إن شاء الله أو تتحرك مع الجبهة الهوائية الباردة لتؤثر على سواحل منطقة مكة المكرمة خاصة الشمالية نتوقع أمطار متوسطة إلى غزيرة خاصة في رابغ وفي مجاورة وفي محافظة تتول كذلك تتأثر سواحل منطقة مكة المكرمة في محافظة جدة بالسحب الركامية الرعدية الممترة خاصة الأزاء الشمالية من محافظة جدة مع ساعات المساء المتأخر من هذا اليوم وساعات الصباح الباكر ليوم الغد وتبدأ إن شاء الله الأجواء في منطقة تبوك خلال 24 ساعة القادمة بالاستقرار التدريجي ومع تقدم الجبهة الهوائية الباردة لتستقر الأجواء على طور السريط الساحري الغربي إن شاء الله وتبقى الحالة الجوية تؤثر على منطقة حائل ومنطقة الحدود الشمالية وفي آخر هذه الحالة الجوية إن شاء الله خلال يوم الجمعة يوم الخميس تتأثر بها المناطق الشمالية الشرقية في حفر باطن والقيصومة بالمجمل الأمطار متوسطة إلى غزيرة نرجو الابتعاد وأخذ الحيطة والحذر عن مجار الأودية والسيول لخطر السيول والسيول المنقولة ومتابعة الإنذار مبكر عبر مركز الموطني للأرصاد إذن المحالل في مركز الوطني للأرصاد الأستاذ عقيل العقيل شكرا جزيلا لك وأيضا عن الحديث عن تغيرات الجوية في المملكة يلتحق بنا من جدة مراسل أخبار السعودية زميل خالد ربيع مساء الخير خالد كيف هي الأجواء لديك على شواط مدينة جدة بداية أرحب فيك أحمد أرحب بجميع مشاهدي نشرة الظهيرة وقناة السعودية الأجواء في جدة هذه اللحظة تعتبر شبه معتدل رغم أن تتعرض سماء جدة في هذا الوقت للرياح الشديدة وربما تكون هذه الرياح هي التي تسبق الحالة المطرية التي نبهت عنها المركز أو التي نبه عنها المركز الوطني للأرصاد المركز الوطني للأرصاد نبه عن وجود حالات مطرية تشهدها محافظة جدة ابتداء من ساعات المساء اليوم وتستمر إلى يوم غد منذ أن أعلن المركز الوطني للأرصاد عن حالات المطرية في محافظة جدة يواجه هذه الحالة استعدادات للجهات الحكومية مثل الدفاع المدني وأمانة جدة هناك فرق للدفاع المدني متمركزة في عدة مناطق في محافظة جدة وأيضا هناك فرق لأمانة جدة متمركزة أيضا في بعض المواقع في محافظة جدة طبعا اليوم شهدت منطقة المدينة المنورة وبالتحديد على سواحل المدينة المنورة هطولا للأمطار الغزيرة والمتوسطة ربما تتأثر بها شمال محافظة جدة وبالتحديد محافظة رابغ ومركز ثول ومركز ذهبان هذه المراكز الواقعة شمال محافظة جدة وربما تتأثر مدينة جدة كوسط المحافظة وجنوب المحافظة بهذه الأمطار الغزيرة والمتوسطة منذ أن بدأت التنبيهات أيضا بدأت تنبيهات الدفاع المدني لجميع سكان محافظة جدة بأخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن مجرى الأودية والسيول كما ذكرت لك أحمد والسادة المشاهدين أن الحالة الجوية هنا في محافظة جدة مستقرة نوعا ما رغم وجود الرياح الشديدة نحن الآن نتواجد في كرنيش عروس البحر الأحمر والذي يشهد إقبال كبير من قبل الزوار وأهالي محافظة جدة الاستمتاع بهذه الأجواء الجميلة التي تشهدها محافظة جدة خصوصا نعيش في إجازة منتصف العام هناك من يمارس الرياضة وهناك من يمارس ركوب الدراجات وهناك أيضا من يجلس على شاطئ عروس البحر الأحمر ويردد من هو على ضفة الثانية البحر واللانتية جدة إذن مراسل أخبار السعودية الزميل خالد ربيع أتمنى لك وقات سعيدة في هذه الأجواء الجميلة على ساحل عروس البحر الأحمر جدة بدأت أمانة العاصمة المقدسة في متابعة وحصر الأراضي الفضاء الواقعات من المناطق التي يلزم تسويرها والتي تشكل تشوها للمنظر أو للمظهر العام وتهديدا على الإصحاح البيئي وللمزيد يلتحق بنا مراسل أخبار السعودية الزميل أسامة العبيدي مساء الخير أسامة يعني في هذا الخبر أن أمانة العاصمة المقدسة الآن بدأت في متابعة وحصر أراضي الفضاء التي يلزم تسويرها لو تحدثنا عن هذه الجهود التي تقوم بها الأمانة وأيضا ما هي أبرز الملاحظات التي تم رصدها خلال هذه الجولات نعم أحمد أمانة العاصمة المقدسة شرعت في حصر الأراضي الفضاء هنا في العاصمة المقدسة وذلك تطبيقا للنظام الخاص بتسوير الأراضي البيضاء الذي أطلقته وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان والذي دخل حيز التنفيذ اليوم أمانة العاصمة المقدسة بدأت بتطبيق هذا النظام حول الأراضي الفضاء هنا في العاصمة المقدسة هناك عدة مناطق شملتها أو شملها هذا النظام هنا في العاصمة المقدسة وللحديث أكثر وتفاصيل أكثر حول هذا أو هذه المبادرة ينضمع الأستاذ أسامة زيتوني المتحدث الرسمي لأمانة العاصمة المقدسة نعم أستاذ أسامة في البداية مساء الخير عليك سعادة بتواجدك معنا على شاشة السعودية أستاذ أسامة اليوم أمانة العاصمة بدأت بتطبيق النظام حول قرار تسوير الأراضي الفضاء هنا في العاصمة المقدسة كيف رصدتم التزام الأصحاب أو ملاك الأراضي الفضاء هنا في العاصمة المقدسة بتسويرها منعا والتزاما بهذه المبادرة نعم مساء الخير عليك أخي الكريم وعلى السادة الزملاء في الستيديو بداية أخي الكريم دعني أحدثك عن المبادرة وأهميتها هي مبادرة في الأساس حضارية تنموية أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية بهدف تحسين المشهد الحضري وإزالة مسببات التشوه البصري والعمل على أنسنة المدن في المملكة بشكل عام كما تهدف هذه المبادرة إلى حفظ حقوق المشاه وحماية أماكن الأراضي من التعديات وأيضا الحد من تراكم المخلفات فيها يعني هي في الأساس مبادرة توعوية حضارية لذلك بدأت الأمانة في تنفيذ الآن نحن دخلنا في المرحلة الثانية من هذه المبادرة والتي تتمثل في تطبيق الغرامات على الأصحاب الأراضي التي لم يلتزم أصحابها بتصويرها حددت الأمانة هذه المرحلة وبدأت فعليا من شهر سبعة تحديدا خلال هذا العام 2022 بدأت في المرحلة الثانية في التطبيق الفعلي وكانت الأمانة قبل ذلك قد نفذت مرحلة أولى تتمثل في مرحلة توعوية تحذيرية قامت خلال تلك المرحلة بتوزيع عدد من اللوحات الإرشادية والتحذيرية والتوجيهية للمواطنين بأهمية تطبيق منود هذه المبادرة طيب الالتزام أصحاب هذه الأراضي الفضاء كيف وجدته أمانة العاصمة؟ ولله الحمد تكشف التقارير حتى الآن أن هناك التزام كبير جدا من أصحاب الأراضي وترحيب كون المبادرة أساسا تهدف بالدرجة الأولى إلى مصلحة المواطن والمصلحة العامة بتحسين جودة الحياة في المدينة وتحسين المشهد الحضري طيب ما هي المناطق الموجودة في العاصمة المقدسة الملزمة على ملاك الأراضي الفضاء بتسويرها؟ نعم هي المبادرة ستكون شاملة لجميع مناطق والأحياء السكنية والمخططات في مكة المكرمة بينما في هذه المرحلة بدأنا في عدة محاور الواقع على الشوارع الرئيسية مثل شارع الأمير سلطان وطريق إبراهيم جفالي في العوالي وطريق الملك فيصل من الأستاذ الرياضي وحتى تقاطع الدائر الرابع أيضا طريق الأمير محمد بن سلمان من تقاطع الزايدي وحتى المسجد الحرام طريق المدينة المنورة وطريق جدة القديم وشارع عبدالقادر كوشك في حياة الشوقية وعدد من المحاول الرئيسية في حين أن المراحل القادمة إن شاء الله ستشمل المناطق الأخرى داخل الأحياء السكنية شكرا لكم نعم أحمد والمشاهد الكريم كان هذا حديث الأستاذ أسامة زيتوني حول بدء وحصر الأراضي الفضاء الموجودة هنا بالعاصمة المقدس وذلك تطبيقا للنظام الخاص الذي أصدرته وزارة الشؤون البلدية والغروية والإسكان بتسوير الأراضي الفضاء وذلك حفظا لهذه الأراضي من الاعتداء عليها أو رمي المخلفات فيها وكذلك منعا لتشوه الحضري مما تسببه هذه الأراضي نعم أحمد إذن مراسل أخبار السعودية الزميل أسامة العبيدي من مكة المكرمة شكرا جزيلا لك ولضيفك الكريم أعلنت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة عن وصول عدد البرامج التدريبية المستمرة عبر أكاديمية منشآت إلى مئة برنامج تدريبي يدبي احتياجات رواد الأعمال وأصحاب المنشآت في القطاعات المختلفة وتهدف البرامج التدريبية إلى تحسين قدرتهم على الوصول إلى الأسواق وإدارة المشاريع القائمة وزيادة قدرتهم التنافسية وبلغ عدد المستفيدين من البرامج أكثر من مئة وعشرين ألف مستفيد في كافة مناطق المملكة في حين تم تصميمها لرفع جهزية رواد الأعمال وأصحاب المنشآت ولتصريط الضوء على الفرص المتاحة وتخفيض نسب المخاطرة عن طريق التخطيط الفعال لإطلاق المشاريع الريادية وللمزيد ينضم معنا عبر الهاتف مدير إدارة التدريب بالهيئة العمل المنشآت الصغيرة والمتوسطة الأستاذ عبد الرحمن العتيبي مساء الخير عبد الرحمن يعني الآن مع هذا الخبر هيئة العامة المنشآت الصغيرة والمتوسطة أعلنت عن وصول عدد البرامج التدريبية إلى أكثر من مئة برنامج تدريبي يعني ما هو الهدف من هذه البرامج التدريبية أيضا وكيف يتم تطبيقها على المستفيدين حياكم الله جميعا السلام عليكم شكرا على استضافتكم أطلقت الهيئة العامة المنشآت الصغيرة والمتوسطة منشآت أكاديمية منشآت ضمن أعمالها ومبادراتها وخدماتها المتنوعة لرفع تنافسية المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومساعدتها على البصول إلى مساهمة أعلى في الناتج المحلي من خلال مجموعة من خدمات بناء القدرات وأهمها خدمات أكاديمية منشآت كلمة منشآت نحاول نقل المعرفة في مجالات الأعمال المختلفة سواء للمشاريع في مرحلة التأسيس للمشاريع القائمة كيفية إدارتها كيفية تنميتها نركز في أكاديمية منشآت على مجالات الأعمال المهمة لأي منشآت في أي قطاع ركزنا على الأعمال الرئيسية للمساعدة على المساهمة في رفع ربحية هذه المنشآت ساعدتها على تخصيص تكاليفها التشغيلية وأيضا تعزيز فرص نجاحها واستدامتها نحن نؤمن في أكاديمية منشآت أن المعلومات القابلة للتطبيق في الأعمال المختلفة ومتاحة وحرصنا على إزاحتها بوسائل مختلفة خلال مثلا مواد التعلم الذاتي المنصة عندنا منصة الأكاديمية المنصة التعلم الإلكتروني تحناها لجميع رواد الأعمال أصحاب الأفكار أيضا نطين معسكرات وورش عمل متخصص لأصحاب المشآت الصور المتورصص حول المملكة وأتحنا بعض البرامج التخصصية أيضا في مجالات المتاجر الإلكترونية ومجالات المتاجر التجزئة والأنشطة المختلفة في شتى القطاعات الواعد نعم إذن مدير إدارة تدريب الهيئة العمل المشاة الصغيرة والمتوسطة للسيد عبد الرحمن العتيبي شكرا جزيلا لك وإضا شكرا لكم على هذه الجهود التي تبدلونها مع الفئة المسهدفة وقعت وزارة الصحة ممثلة في مستشفى الصحة الافتراضي ومركز تمكين الابتكار اتفاقية تعاون مشترك مع إحدى الشركات المحلية بهدف دعم الخدمات الطبية الافتراضية في مجال علاج الجلطة الدماغية عن بعد وتهدف الاتفاقية إلى التعاون في مجال الذكاء الاصطناعي عن طريق دعم تقديم خدمة الطب الاتصالي لعادة من المستشفيات من خلال ربطهم بمستشفى الصحة الافتراضي وتقديم التدريب لفريق الجلطة الدماغية للتعامل عن بعد مع المرضى عبر تقديم المحاضرات ورش العمل والمحاكة إلى جانب التعاون في مجال استعمال التقنيات الحديثة اطلقت وزارة الصناعة وثروة المعدنية برنامج المصانع الرائدة الذي يهدف إلى تعزيز وتحفيز الاستثمارات والمشاريع النوعية الكبرى في القطاع الصناعي في المملكة ويستهدف أكبر المصانع لتحقيق مستفات القطاع في مجالات التوظيف والاستثمار والتصدير وتقديم الدعم المطلوب إلى المصانع ويقدم برنامج المصانع الرائدة عددا من المزايا والخدمات الإضافية للمصانع كمتابعة مستوى تقدم المصنع في تحقيق مستفات الأتمة والإسهام في توعية بأهمية المحتوى المحلي ومستهدفات التوطين حصلت الهيئة العامة للموانئ على شهادة التأهيل من المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة كأول جهة تحصل على هذا التصنيف في منظومة النقل بعد تمكنها من الالتزام بمعايير نموذج المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة ويأتي ذلك في إطار سعي موانئ نحو حوكمة أدائها المؤسسي وتعزيز الكفاءة والجودة والفاعلية في القطاع البحري والموانئ وبما يسهم في تحقيق التمييز وتطوير مستوى الخدمات المقدمة للمستثمرين والمستفيدين والوكلاء البحريين تماشيا مع مستدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية أطلق الاتحاد السعودي للأمن السبراني وشركة انفورما العالمية مشروعا مشتركا تحالف علامة تجارية عالمية للفعاليات في المملكة وسيسهم المشروع في توفير فرص ووظائف للمواطنين السعوديين في الفعاليات والقطاعات المشاركة بالإضافة إلى بناء سلسلة كبيرة من الفعاليات لتخدم القطاعات الرئيسة ويأتي الإعلان عن شركة تحالف لدعم رؤية 2030 في التنوع الاقتصادي وإيجاد فعاليات عالمية وخلق فرص وظيفية للمواطنين بعد توقف لسنوات شهدت محافظة حفر الباطن عودة سباقات الفروسية على ميدان صمم وفق المواصفات والمقاييس المطابقة للاشتراطات وبأشواط عدة نتابع عودة حماسية لمنافسات الفروسية بأرض حفر الباطن كأول موسم سباقة بالمحافظة منذ 12 عاما من توقف ميدان الفروسية الذي تأسس عام 1402 للهجرة يسجل اليوم انطلاقة جديدة بعد تخطي العقبات التي كانت تعترضه وبجهزية تلبي احتياجات الفروسية بعد انقطاعه لسنوات جهز مضمارا يستويب 20 جوادا في الشوط الواحد للتنافس بين الملك والخيالة والمدربين والظفر بمراكز متقدمة وللارتقاء برياضة الفروسية العريقة فهو الامل الذي تحقق لهم اليوم يعد الانطلاق الرسمي لموسم فروسية حفر الباطن بداية لموسم سباقات مميزة بظل الدعم والاهتمام الذي تلقاه الرياضة وزير حرميح حفر الباطن نشرتنا انتهت وبقي نذكركم بابرز ما جاء فيها خادم الحرمين الشريفين يرأس جلسة مجلس الوزراء بقصر الامامة بالرياضة خادم الحرمين الشريفين يصدر أمرا ملكيا بتعيير 84 عضوا بالنيابة العامة خادم الحرمين الشريفين يبعث رسالة خطية لسمو أمير دولة الكويت وبحضور 3000 من قادة الصناعة السياحة بالعالم الرياض تحتضن قمة عالمية للسفر والسياحة وشاهدتم في نشرة الظهيرة توقعات باستمرار هطول أمطار رعدية على معظم مناطق المملكة شكرا لكم مشاهدين الكرام على طيب المتابعة وذمتم في رعاية الله وحفظه اشتركوا في القناة